اشتركوا في القناة في البداية الفيديو ان هناك شباب شبات في مقتبر العمر يعني يطالبون باسقاط الجنسية تصوروا هاد الشباب وهاد الشبات يعني ماذا سينتظرون من المغرب كنطلبها منكم تما ماذا سينتظرون من المغرب في هاد السن انهم شباب يئسوا من الفقر يئسوا من التهميش كنشوفوا مجموعة من الفتيات من الشبات من المراهقات اللي كيعرفوا واللي كيعني يعني تطلعوا يعني عارفين اشن هو المصير ديالهم المصير ديال هاد الشبات هادو وهو يئما ضعارة ويئما اشغال بسيطة لا تضر عليهم شيئا هنا غير بغيت نقول للمغربة ان اي مغربي مثلا تيظن انه راه بوحده نو راه اش دك الانسان المغربي اللي كيظن انه بوحده مخصوش يبقى يظن بهذه القادية ما دمت انك كتعيش الحرمان كتعيش التهميش كتعيش التجهيل كتعيش الامراض راه ماشي انتا راه المغربة كلهم تفكين معك المغربة كلهم تتحدين معك تيعرفو الوضعية ديالك تيعرفو الواقع ديالك شنو بقي خاص نحن هنا بقي خاص نحن هنا هنا المبادرة المبادرة اللي تكون مبادرة وطنية ماشي مبادرة على صعيد اشخاص ولا فئة ولكنت كانت يعني كان حاولوا نلقوا واحد المبادرة اللي تكون وطنية اللي اوليو باش قدي يخرجوا مثلا واحد مجموعة من الشبات والشباب غير ايطال بهذه المطالبة اللي كانت تلبو الشع المغربي كله والشباب والشابات ويطالبو بنفس الطالب يسقاط الجنسية وهو الحل الواحد في المغرب علاش لشيء بسيط علاش لان في المغرب الانسان ما هي اوكي الدولة عندها واحد الحقوق على المواطن كنقولوا اوكي المواطن عنده حقوق على بلاده انه يخدام انه يعني يساهم في تقدم البلاد انه يحمي البلاد انه يعني يشارك في تنمية البلاد هذا شيء كنا كنا نعرفوه ولكن احنا في المغرب دائما الدولة كتقول راي الشعب عنده حق عليا ولكن الدولة ما كتقول صراح عنده حق على الشعب اوكي اعنا نقول لكم علاش لان مثلا الدولة اللي كتفكر انها عندها حق على الشعب لان الانسان لان ما هي المواطنة لانها حقوق وواجبات اوكي الحقوق ديالك هي اللي خصك تطلبها من الدولة ولكن الدولة المغربية كتآ كتآ بالواجبات ديال المواطنين ولكن ما كتآ بالحقوق اوكي راحنا من هنا عشرين عام غنبنيوليكم من هنا ثلاثين عام غنبنيوليكم ولكن هاد الوعود الكاذبة اللي انطلقت منذ خمسين او ستين سنة في المغرب لم تأتي بتمارها لانك نعرف اي واحد مثلا اي مسؤول حكومي لمنذ ستين سنة اللي فات ولا سبعين سنة اللي فات يعني كلهم يتدومون يعني من احزب سياسية ومسؤولين ومالك وكل شي اي واحد مثلا كي يجي الوعود الوعود الكاذبة راحنا من هنا راحنا درنا واحد المشروع باش غادين المغرب كله غير لمدارس اوكي اي جينا راح درنا واحد المشروع باش المغرب من هنا خمسة عشر عام كل ما ما غتبقاش البيطالة ولكن المشكل اللي كان في المغرب وهو يعني غير تخدير الشعب يعني كان نجيو كان نعيش الناس يعني في الاوهام وغادين يوصلوا ليه يعني يقدر انسان يموت وما غادش يشوف ذاك المستقبل اللي كيهدروا عليه اللي كيهدر نظام المغريبي يعني الحل دابا في المغرب ان كنظن الا واحد طبقة كان واحد طبقة اللي في المغرب اللي عايش مثلا عايش بالحقوق ديالها يعني معطين يهم الحقوق ديالها كان واحد طبقة طبقة البروازية طبقة المسؤولين الاجهزة الامنية الكبار البوليس كبار الجيش كبار المسؤولين في المغرب يعني واخد الحقوق ديالهم كتلقاهم مثلا شاد بوست وزير ولا مو دير في شي بلاسا كده كده هو في شاد ذاك البوست من اللي كي ولاد مثلا دام اللي اللي كي يكبرون تهما اللي كانوا مسؤولين كي يجي ولادهم توليهم مسؤولين ولكن بقية الشعب اللي كان هضر علي انا وهي الطبقة اللي خارج تقول تطالب باسقاط الجنسية هالطبقة يعني لا حقوق لهم يعني الحقوق اللي عندهم وهي انهم مغاربة اوكي دون شكت قول لك بارك عليك غير مغريبي بارك عليك عشان اللي سيدي اعطتني هالطبقة مبغيش نبقى مغريبي انا الشي لما عطيتني حقي ولما عطيتني رزقي مبغيش نبقى مغريبي وهدا هو الطلب اللي كي طالبوا بهذا الشباب وهذا الشابات هادو اللي يعني منظر في الحقيقة مؤسف منظر مبكي كتشوف ان المغاربة في قلب المغرب كي طالبوا باسقاط الجنسية يعني اشنو كتشن ايها النظام من هاد الشباب هادو اللي غادين يكبروا يعني هادو شباب في مقتبل العمر يعني مراهقين ومراهقات تصور ان هاد الشباب ما هو كيف سيكون مستقبلهم كيف سيكون مستقبلهم انتم البارح ديري لنا مؤتمر مع اخ النوش وتي يقول مناضلين وكده وشد اخ النوش يعتبر هادو الناس اللي يسمعون هم ناضلين المغربة اشترا مجب تصور تقبل ديك وما يعطي لهم تشي واحد اول حاجة غاد ينتبدو بها وهي مقاطعات الانتخابات الجاية الانتخابات حاولوا تقطعوها لان الانتخابات ما هي الا تمتيلية لا تخدم الشعال المغربي ولكن تخدم النظام تخدم النظام تخدم الناس اللي تابع للنظام ولكن الشعال المغربي رأى لا تخدم الانتخابات عشان نعطت الانتخابات للمغاربة منذ اكتر من ستين سنة دول جات من ورانا وتقاد معنا ودبفاتونا على نقوع علينا ولكن احنا باقي احنا هنا دبا المشكل الشي واحد القرنية كانت بقى فيها أنا اشتق غير المغربي مثلا واحد دول المفعل مواريد طبيعي عالم دولة ستقدر تقول واخد اخلي ها في عقدك ولكن هذا بالمشكل في المغربي الناس عندها حقوق عندنا في المغربي مناجيم اشتغل الفوسفات بوحده الفوسفات بوحده لابد تعرف القادية المغاربة لابد تعرف اشتغل الفوسفات بوحده في المغربي من الممكن يخلي المغربي احسن من اي دولة في الخليج غير الفوسفات بوحده يمكن يخلي المغربي احسن من قطر ومن السعودية ولكن يأتي النظام والاتباع دياله والجهاز الحاكم في المغربي تحاول يعطي واحد النظر اخر على هذه القادية يعني كأن الفوسفات واحد المادة التي تانويا لما تدخل وليما تدير المغربي كان لديه في الفوسفات من لمقاط سكان العدد ه Mercury 就 les m ADS و你是 8 million يدخل الملاير من الفوسفات م các lated و لمقاط 8 000 لمقاط و sean 5 4 5 7 6 7 9 8 مشي الشعب. هنقول لكم مشي المشكل دي للمغاربنا مشي الشعب. يعني حتى واحد ما يضلم الشعب. يعني ما اخص شي واحد يضلم الشعب. يعني المشكلة اللي لكلنا المغاربة احنا نتفق عليه وهو النظام الحاكم وهو الملكية. وهي يعني اللي هي اللي هي السبب اللي خلات ان المغارب تعيش هذ الظروف هذه. هنقول لكم حلقة دية. شو السعودية؟ سعودية عندها البترول يعيك. والناس سعودية يعاني تعاني والويلات مازال الناس مسعودية يعاني والويلات. دونك بحل بحل المغرب بحل السعودية يعني الطبقة الحاكمة كتلقى هم مرحكم كتشفوا السعودين الطبقة الحاكمة كيفاش عيشو. وكتشوفو كتشوفو يعني الاموال كيفاش كتلاحوا كيفاش كتفل في الخوة الخاوي والشعب رات يعاني لا مستشفيات لمدارس ولا يحزنوا الا الطبقة التي تنتمي العائلة الملكية ورا هاتش اللي كان في البغرب يعني البالاط والناس العتبادين وراهم عايشين مزيانين مبرعين كل شي مبرع ولكن بقية الشعب راتكم بشوف ما قادرينش يبنون لكم حتى مدارس ما قادرينش يبنون لكم المستشفيات ما قادرينش يبنون لكم يعطوكم اجور محترمة ما قادرينش يخليكم تفكروا مغير تفكروا قادرين قد يد مثلا للاختراعات في المغرب مش حال من شاب في المغرب مختارع والتوحد ما كيديها فيه يا اما كيمشي خرج الخارج ولا كيقتلوه ولا سميتو مش ما كيقاش مصدعهم علاش لانه نظام مغربي يعني ليس هدفه ان تتقدم المغرب مشت النظام لكي حكم المغرب ارى ما عنده لا ناقة ولا جمال في تقدم المغرب ارى تقدم المغرب سيكون بالنسبة للنظام هو خراب لانه اذا تقدمت البلاد النظام المغريبي عارف رأسه وغير يمشي في حاله هاتش هل شو ما دائما تخصوم يخليه المغرب والمغرب دولة متخلفة تعيش الفقر والتهميش والامراض والضعارة لانه مبهد الوضعية يعني المتكاملة اللي كتشكل ما يسمى بالمغرب حاليا اللي هو تتنتصر فيه الضعارة وكتنتصر فيه الفقر وكتنتصر فيه الأمراض والتهميش والفاساد يعني هو هد يعني هد هد التكوينة من المغرب هي اللي مساعدة ان النظام المغربي النظام المغربي مازال في الحكم ولكن إلا بقيتوا المغربة مازال ساكتين لهذه الوضعية هاد إذا ما عمركم غادي اشتولاد ولاد ولادكم غادي بخوا يعيش نفس الوضعية يعني لأن النظام المغربي كل جنراسي يجيب أفكار خورة جديدة باش كي يكالمي الشعب يعني كل عهد كل متى عشر سن يجيب أفكار جديدة وكي يجيب تيدرب شي في شي وكي يجيب التمثيلية للأحزاب وكي يجيب الصراعات بين الأحزاب وكذا ولكن كل شي كله غير تمثيل لأن مالكات مثلا تشوف الصراعات الأحزاب التي يكونوا الصراعات تلقى أولادهم زوجين بعضياتهم تشترك هذو كل الأحزاب في المغرب تلقى المعارضة والاشتراكيين والإسلاميين ولكن في هذو تلقى الأحزاب المغربية تشوف تلقىهم معارضين وكي يتسابوا وكي تلقىهم مناسبين في المغرب السياسة غير تمثيلية السياسة في المغرب هي تمثيلية تخدم مصلحة من النظام والسياسيين في المغرب والمعارضين والمتقافين كلهم خلصين المتقافين هم الطبقة التي ساهمت في تخريب المغرب لأن الطبقة المتقافة في أحد الوقت لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن هذه القادية التي وصلنا لها اليوم يعني المتقافين كيف يمشي يدرون وكيف يمشي يدبر على خدمة وتنسى الشعب يكون يتقاتل وكيف يتقاتل لأن يكون مناضل في أيامة الجامعة يكون مناضل ولكن من يتخرج وكيف يخدم وكيف يمشي وكيف يلقي خدمة صافة يقول وان يعني نشعر القناة هو من قناة ما سميته يعني الطبقة يعني في المغرب ما يوقع يعني الطبقة المتقافة هي أكبر خائنة للمغاربة الطبقة المتقافة قامت بالخيانة العظمة النظام المغربي قام بالخيانة العظمة المتقافين المغرب المغرب قاموا بالخيانة العظمة لسكوتهم والنظام المغربي قام بالخيانة العظمة لسرقات المغرب يعني النظام مش كنت نقول النظام داخل فيه السياسيين داخل فيه الأحزاب داخل فيه كل شي يعني داخل فيه عندما تشوف المغرب على الصعيد العالم المغرب معروف معروف على صعيد العالم أنه بالفاسد نظام ديكتاتوري نظام قمعي لحرية التعبير لحرية الصحافة حتى الحرية في الحياة في المغرب لأنك تجري أن تعيش في المغرب من تجري أن تكون تجري الدرسقه على فمك يجب أن تكون هناك حرية الصحافة. ما من حياة عند الإنسان يبقى يعيش الحرية للكلام؟ أنك غير تتواصل مع الناس تعبر عندك شيء تبغي تهدر على شيء حاجة وأنت خايف. ما سأقول لكم؟ الخوف يبقى في الدنيا المغاربة أو في الخوف؟ وخدمت تولد شيء مغريبي في بلاصة أخرى من أب و أم مغربية داني دياله سيكون في الخوفة و سيتولد خايف. بكثرة الرعب التي يمارسوا النظام المغربي على المغاربة. ولكن من اللي تجي تشوف في الجانب الآخر يعني تشوف في الجنيرالات، تشوف المسؤولين في الدارك، في الجيش، في الأجهزة الأمنية، المسؤولين الكبرين، تشوفون كيف يحيشون يعني التوحد لا يهدر معهم يعني يمارسوا حياتهم يعني يعيشون أحسن من الدول المتقدمة. يعني المسؤولين في المغاربة يعيشون حسن مسؤولين في الدول المتقدمة. من اللي وزير في المغرب يتخلص حسن من وزير في أمريكا يعني. عشانه تعني هذه. تعني رك صارق لوحد المجموعة كبيرة من المغاربة، صارق لهم رزقهم لكي تتخلص بهذا، لكي تتخلص هذا الصارع. من اللي تشوف مثلا الأجور في المغرب يعني تتفاوت ما بين 500 و 600 في المياه ما بين الأجر ديال الموظف والأجر ديال المسؤول. هنا دوق ركين خلال. هنا دوق ركين خلال . والخلال مقصود ماشي بالنظار المغربي. المغاربة يقولون ركين خلال . ولكن اللي من غاربة ما تعرفوهشkillت لكي opioids. وهو ان ذلك الخلل ره مقصود راه النيظة المغربي. هو خلق داك الخلال. هو خلق طبقية، وهو خلق ذلك الفرق الشاسع ما بين بقية الشعب . وبين المسؤولين يعني يكون معمور تقارب حيث يكون دائماً تم تضيف الحفرة الواسعة وعني لا تقرر فإن الأغنياء لا يتقارب على الفقراء والفقراء لا يتقارب على الأغنياء حيث لا يكون أحد تقارب في الأفكار بسبب أن الطبق البشر تتكلمين في الأفكار أنها هي حاكمة وأنها هي السيطرة وأنها هي السيد وهل هو ملك يسمى سيدي ومولاتي ومولاي ولكن الطبق الفقير الذي سميته في الطبق أرامك يعيشوا الإجرام، يعيشوا التشرميل، يعيشوا الضعارة، يعيشوا التوالد الغير الطبيعي والجوع والقهرة والصهد والبرد ولكن راكين ذاك الحفرة ما بين الأغنية والفقرة يعني لا تواصل بينهما وهذا مقصود من لي واحد عيش حياته وما عيش في المغرب وعطيها غير المسارية وكذا وكذا وتيجيتي يقول لهم أنا مالك البلاد ولا أنا المسؤول على المغربة، ماذا يعني هذا؟ وهو معيش في المغرب، هذا ماذا يعني؟ فأنتظر أنني طولت وما بغيتش نطول يعني غير أنا بغيت نقول من لي ولا هو المغاربة بفصل المغرب يطايم إصغاة الجنسية؟ يعني المغاربة يعني راها وصلة يعني كيف ما كنقوله وصل الوقت يعني وصل الوقت باش تفكروا في شي حل في المغرب والحل راها معروف يعني راها لا يعني لا يمكن للمغاربة أن يعيشون الكرامة في درل هذا النظام يعني إلا بغيت تعيش الكرامة أيها المغربية إلا بغيت تعيش الكرامة أيها المغربية أيها الشاب أيها الشابة يجب إسقاطه هذا النظام وتغييره بنظام آخر نحن نعرفه أن إذا تغير النظام غادي يقول كودي والتشكون غادي يجي وغادي نحن عارفين أن جميع الأنظمة تتغير كتكون مشاكل ولكن ما غا تكونش مثلا غادي نجح ذك التغير في حد العام الأول والعام الثاني كي يكون تغير كتكون صراعات ما بين الناس بسميته ولكن كتكون صراعات إيجابية لأن في الأخر غادي تدوز محدد عشرين عام ولا ثلاثين عام ماشي إحنا ولكن أولادنا سيكون يعيش على الأقل في كارمة وحرية لأن بعض الغادي يفكروا فيها أولئنا ما شرعام الناس بل المغربية يحدثون أن كتبت عن الحياة وذلك السبب في هاني ولكن يفكر أولاده لا يفكر في أولاد أو الأولاد وأولاد ولا يفكر في الأجيال القادمة هناك أقول لكم أن الإنسان المغربي أو إنسان وصولي أو إنسان فرضي ليفكر في المستقبل لولاد أو لطفل تفكر غفر رأسه هو ديك الوقاية اللي عيش فيها ديك ستين عامل سبعين عامرة هو عيش فيها مقهور وكذا وانت يقول لك انا عيش هاني وكناكل وكناس المبا غير حرب لأوالو وكذا 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 ولكن ما تفكرش ان هذيك الوضعية ستؤثر على اجيال قادمة الى بقينا ما تلك ينعيش هذا الوضعية اللي دبرا الاجيال القادمة ستتأثر بهذه الوضعية يعني هي كازل كتخسر كتخسر اوكي يعني ماذا نقول لكم موحد القادية اللهم المراد يحيد قبل ما يحسن مثلا انا نقول لكم موحد القادية الله يحفظ الله يحفظ تصور مثلا جاك السراطان جاك السراطان رجلك ولا شي حاجة وماذا مثلا غادي تقطع رجلك ولا غايتخليه يمشي لك الجسم ديال كله هذا الشيء اللي واقع فينا مغريب الشي السراطان رمزان موصلش يعني لواحد الفئة الكبيرة يعني ولكن يحفظه يتقطع دابة قبل ما يحفظ النهار اللي المغاربة يحفظهم يبقى من اللي يفقوا مع الصبح يحفظهم يبقى رقع 3 ركعات للمالك ارى جاية راك انظروا جاية لان الظروف تتغير وانا يقدر يجي واحد من اللي يقول لكم يحفظ المغاربة يتفق من الناس يحفظ تركع لي 3 ركعات وقبل ما تنعس يحفظ تركع لي 3 ركعات يعني من الاحسن انه لقاوش يحل دابة لان كل ما الأوضع كتزيد كتسميته وانا النظام غادي زيتا يزيت مثلا في وسائل القمع غادي يزيت في وسائل الكنترول يعني غادي بقي ذات الشعب واحد طريقة اللي اللي ما قتصورش يعنيyeon واحد عدين وساكتين هناك أعلى هاش ماذا ساكتين البغائبة اشنو الخاسرين البغائبة title واتعيش ابق постоCare الفقر والجهل الأمية الضعر اعلى هاش ساكتين اوشنوا إنتخسروع اشنو خاسر البغاربة اوش ما زال تقضى يعني يعني كتمتعيش ما أريد أن أقول لكم ليس غير الشعر المغربي يعني حتى طبق البوليس والعسكر والمخازنية والإدارات وكل شيء يعيش كل شيء يعيش في الكريديات وكل شيء مقهور والجوع والتعليم ولاد الأغنية يقرأوا في المدرس الخاصة وكي سيفون فرنسا وكي سيفون أمريكان وانتها يا أولا دك راتت قد دابز عليه وشفوا مشي الجامعة ورايك تخرجوا وكي سيفون فرنسا وكي سيفون فرنسا يعني الناس يطالبوا إسقاط الجنسية هناك الشباب في البحر يتسنوا وشباطوا يجي يعتقهم يعني حتى يتبقوا بلادكم مغرب بلادكم الأرض ديالكم وكي تخلصوا على الضرائب وكي تخلصوا على الضرائب الوجود ديالك في المغرب سيكون لديه ثامان سيكون لديه ثامان لذلك القيمة التي لديك في المغرب لا يجب أن تضيحها أو أعطيها غير ذلك لديك حق في المغرب يجب أن تدفع لحقك يجب أن تدفع للكرامة وكي تدفع للكرامة ولكرامة للكرامة سيكون لديه ثامان سيكون لديه ثامان وكي يلا تبرك الله عليكم وإلى فيديو آخر